لأي درجة كابتن أحمد أنت متفائل به وبعدين لو بصينا لتفصيلة صغيرة قوي من الخلفية بتاعته خلفيته المهنية في عالم التدريب لو قفنا بس عند التفصيلة بتاعت أنه هو مسؤول عن تدريب منتخب النمسا اللي كان في ذلك الوقت في المركز الحجو السبعين على مستوى العالم وقدر يطلع به للمركز العاشر تقريباً يعني أهم عشر منتخبات وأقوى عشر منتخبات في العالم التفصيلة دي لأي درجة ممكن تكون مطمئنة بالنسبة لنا أكيد بالنسبة كبيرة جداً أنا شايف أنه مستر كولر يعني سي في محترم جداً هو الراجل كمان يمكن كان في بعض يعني الكلام أنه هو الراجل بقاله سنتين ما بشتغلش معرفش إيه الصحابة بتاع الحاجات دي كلها لكن أنا شايف أنه دي ممكن يبعامل إيجابي مش سلبي ممكن يكون عامل إيجابي أنه هو الراجل راجع بشغف أكبر راجع برؤية أكبر أوضح ورجع بعد دراسة استمرت سنتين فترة اللي هو كان يعني واضح أنه كان الآن زيادة كمان من وضوع الإجراءات الاحترازية بالظبط الخاصة بكورونا فبيقولك في الفترة دي أنه قاعد درس وطور من نفسه وطور من امتلاكه الأدواته كمدير فني وتعرف على الأساليب التدريبية الجديدة فأكيد برضو ده هيضاف لرصيده هو ده اللي أكل باتكلم فيه يعني يمكن ده تكملت كلامي اللي حدا كتكلمتي في ده أنه هو الراجل يشتغل على نفسه أكتر الراجل خاد فترة راحة يمكن إحنا كلاعيبة بنحتاج فترة راحة بعد كل مجهود كبير بنحتاج فترة راحة بالظبط المدير الفني برضو بيحتاج لبعض فترات الراحة يعيد فيه حسابات ويراجع نفسه فالحاجات دي أنا شايفها أنه إيجابية أكتر منها سلبية حتى الاتهامات الموجودة أو المحاولة التقليل من المدير الفني أو أنه كان قاعد أو بتاع لا بالعكس ده ده حاجة ممكن تدي دوافع أكبر للراجل وشغف أكتر وراغب أكتر أنه هو عايز يحقق إنجازاته وبطلات أكتر فأنا شاف أن الراجل سفيه كبير جدا عامل السن كمان خبراته الحياتية العامة إحنا كمان هنا في مصر يمكن بنحتاج أكتر المدربين اللي نحسوهم قبلين حتى لما بيوجه حتى لما بيزعق حتى لما بيعمل بنكون متقبلين جدا أكتر ما يكون السن قريب بالموضوع بنحس أنه فيه يعني المدرب شاف نفسه علينا شوية لكن إحنا بناخد الحتة دي إنه حد كبير أب بيوعينا بيوجهنا بيدينا تكلفات معينة بناخدها بشكل كويس ويمكن مستر جوزي كان الراجل أدى أداء كبير كدا في نادي الأهل قبل كده وخد بطلات كبيرة جدا وكان أب الكل اللعيبة وكان شخصية قوية جدا وكان اللعيبة بتمتثل جدا لقاراته هو الحقيقة مدير فاني استثنائي من كل النواي بالضبط أنا أتوقع أن الراجل الموجود ده مستر كولر ده هيكون هيمشى عن نفس النهج يمكن هي مدرسة مختلفة شوية ده سويسري وده والتاني كان برتغالي لكن أنا شايف أنه هو الراجل ده هيقدم مردود كبير تبعت وقاع المعتبر الصحفي اللي تم من خلاله تقديم المدرب الجديد أكيد طبعا هل يفتعد أي تفصيلة معينة من الكلام اللي هو قالها؟ هو يمكن التفاصيل الأهم بالنسبة لي يمكن كان فيه تفاصيل كتير جدا أنا راجل جاي على طول من الطيارة على الملعب نشوفه وعلى التفاصيل الصغيرة أنا أحب جدا المدرب اللي يهتم بالتفاصيل الصغيرة دي التفاصيل دي هي اللي بتجيب النجاحات وهي اللي بتجيب الإنجازات الكبيرة فأنا شايف أن الراجل جاي يمكن أن هو ما توصلش مع فايلر قبل ما ييجي وحب أن هو يأخذ الانطباع بنفسه دي فكرة برضو عجبتني أن أنت ممكن حد يأثر عليك بأفكار وهو ممكن يقول حاجات كويسة ممكن يقول حاجات سلبية فأنا شايف أنه هو أيا كان المردود أنا شايف أنه أنا لما يجي المكان وأشوف بنفسي لكن لو في تفصيلة أنا مش واضحة لي ممكن أرفع سمع التليفون أستفسر عنها لكن أنا شوف الانطباع الأول أخذ أنا الانطباع بنفسي ده بيفر معي جدا وحسنا حتى في طريقة ماشي وفي مختار التيتش ورح على الشبكة والتركات الصغيرة دي شخصية جميلة بالضبط بيجي السنمد كل حاجة بيأكد من كل حاجة فدي تفصيلة طبعا إلى حد ما برضو قد تكون مطمئنة